من عشرين سنة ابتدى معرض بيغطي كل الأنشطة اللي عم تصير على الصعيد الفندقي وعلى صعيد الخدمات المتعلقة بالسياحة اللي بتهم لبنان لأنه بنعرف أنه لبنان بيعتمد بشكل أساسي على هالموضوع وهو أكيد معرض الأوريكا اللي رح يبتدي بكرة لمدة أربع تيام اليوم معنا مديرة شركة هسبتاليتي سيرفزز جمانة داموس جمانة صباح الخير صباح النور ضيفة عزيزي وصديقة تسلامي عشرين سنة يعني بلشت المعرض كان عمرك سنة ونص وصل لسن النضوج نعم المعرض عشرين سنة مش هينين أبدا وأكيد لما منقول سيرنا أوريكا بنعرف أنه صار مرجع مهم جدا بعالم الفندقية بلبنان قديش فعلا عم بتحسي أنه عم بتطور هالمعرض سنة بعد سنة لحتى وصلنا ليومنا الحالي بلشنا بخمسين عارض بالمولة السال وخمسين عدد كبير كمان صرنا أربعمائة عارض أربعمائة لحتى خمسمائة مشارك بمباريات الطهي والعدة المباريات اللي عم بتصير 12 ألف زير 15 ألف متر مربع هون وصلنا من بعد عشرين سنة ملتقى إقليمي مش بس ملتقى للعالم الفندق والمطاعم بس ملتقى إقليمي طب مين هنا عم بيكونوا أبرز المشاركين يعني السنة؟ إن كان بالنسبة للصعيد يعني إن كان مطاعم إن كانوا عم بيكونوا قتلات إن كانوا بنسبة للأشخاص على الصعيد الفردة كيف عم بتكون المشاركة؟ هو نحنا بنسميه ملتقى مش معرض لأنه مقسم على عدة أقسم صح معرض لأنه في أربعمائة عديد متل ما سبقوا قلنا بتلاقي كل شي معقولة تحتاجي تطوري مؤسستك إذا أنت عم تشتغلي بعالم الضيافة أول مأكلات أول مشروبات إلا هامش هالمعرض يعني بتلاقي التجهيزات بتلاقي كل شي فن الطاولة تكنولوجيا الهايجين كل شي معقولة تهوزي وتتتعلم وتتتطوري بعدين في المباريات في الحكام الدوليين حكام لبنانيين خبراء موجودين معنا عم بيجوا خصيصا لها الملتقى كمان بيخلي هالصناعة تتقدم وتتطور ونحن هون عنا بطل من أسرة عالم الصباح ما هيك بطل من لبنان من تليفزيون مستقبل رح يكون كمان موجود معكم رح يكون كل يوم رح يكون عنا بطل من عالم الصباح بالتحديد بيضنا وجنا هو بالطبخ شف سوبر شف شادي رح يكون هو على الترف في عدة مباريات S-H-S-C-C S-C-C نعمل له بكرة هل ما بسوطين يكون معنا بدنا نعمل له هيدا اللي بيلبسوا الرداء اللي كان يلبسوا سوبر مان مثلا نكتب عليه S-C-C السوبر شف شادي رح يكون كل يوم شف شادي معنا ورح يكون عم بحكم تلميذ المعاهد هوا حكم هل تقلق بطلبك؟ هل تعمل دكتور؟ المدارس والجمعات الفندقية كلها مشاركة معنا بلبنين مع غير حكم كمان يعني على اي اساس بتصير جمانة المشاركة بالنسبة لابو بريد الطهي يعني كيف اي شخص ممكن يجي يتقدم كيف بيكون فيه بالاول عنده امتحانات تحضيرية قبل ما يقدر يشارك بالامتحانات النهائية؟ هن من تشرين الاول بيبلشوا يتسجلوا بيتسجلوا كل اللي بيحبوا يشاركوا لازم يكونوا مهنيين اكيد في عدة مباراية وعدة مستويات وفي الحكامة بيندعيوا بتشرين الاول كمان وبينعمل بيتحضر لجنة حكم لكل مباراية بدون يتحضروا بياخد معهم كتير شغل وكتير جهود وفيه فوق السبعتاشر كاتيجوري بيقدروا يفوتوا فيها حسب هن قوتهم وحسب كل واحد هو مهاراته يعني كمان بالنسبة للمنيوز شو بيحضروا الانجريديونس اللي بديوا يحطوها بالأكل مكونات معينة فيه ناس بيحبوا يمكن الطبخ الحلوة أو الطبخ المالح فيه ناس بتحب الطبخ اللبناني فيه مباراية خصوصة للمطبخ اللبناني رح يكونوا كمان يعني حسب كل واحد وين بيحب يكون هو يفرج شطارته بيقدر يكون هم بيقدم وان شاء الله يربح كمان اكيد شو رح يكون بعدين الربح يعني شو رح يكون فيه ترينينجز بالعالم مقدمين من مدرسة جامعة الكوردون بلو فيه ترينينج بنت أختي هلا بيكون دون بلو عم تعمل ايه؟ عم تتخصص بعد الجامعة هيدا من أهم من الجامعات رح كل سنة بيقدموا ترينينج فيه كمان السبونسورز بيقدموا ايمة ايمة مالية كمان كل واحد بيقدم شيء يعني فيه هدايا كتير كتير حلوة غير الهدية الكبيرة هي أنه الواحد يربح صحيح صحيح نحنا على طول منقول كل الواحد كل واحد بيشارك بيكون ربحان والربحان كمان طب جمانا مين هي أبرز الجنسيات المشاركة يعني أبرز الدول أبرز الأشخاص من تايلند موجودين معنا من تركيا من فرنسا من إيطاليا من بولونيا من إيران مشاركين معنا رسميا إسبانيا مشاركة لأول مرة في حكم رح يعملوا بايلا يعني أكيد رح يعملوا بايلا في حكام من صراحة من أكتر الدول فرنسا إنجليترا إسبانيا ألمانيا سعودية أردن كلهم مشاركين معنا في مباريات زيت الزيتون البكر اللي صار عم بي رح يكون هالسنة لسادي السنة و بتكون كل اللي عندهم معاصر يعني هيدا بتوجيهات وزارة الزراعة رح يكون في مباريات البارتندر اللي صارنا معروفين فيها مباريات جديدة مباريات للخدمة كمانا نحط اللي عم بيخدموا بالواجهة و كمانا نهنيهم لمهاراتهم و خد تعفين إحنا معروفين باللبنان بالسياحة بالسياحة و بالخدمة كمانا هيدا عمين لجنح خاص مباريات مش مباريات تايستينج لنبيد نبيد اللبناني وزارة السياحة جايبة تحت برنامج اسمه تايست لبانون فوق العشر صحافة جايين من لندن من اليوكاي من أمريكا رح يكونوا معنا يكتشفوا المطبخ اللبناني يكتشفوا النبيد اللبناني تاي يكتبوا بعدين عنه و يكون كمانا والمعرف قديش طاير النبيد اللبناني عم بيضاهي يعني لكل النبيد الفرنسي و كمان الأوروبي يعني بكل العالم بقى عم بيكون فعلا فيه شغل يعني على الأرض عم بيقدر يعني يشوفوا منتوج بالبنان يكون فعلا هيك فاخر يعني و عم بيقدر يضاهي النبيد العالمي كمان و فيه كمان شرح يكون بالنسبة ليوم الغذاء الوطني شرح نهار الخميس مثل كل سنة النقابة المواد الغذائية بتنظم اليوم الغذائي رح يكون على منع بكرة للسحة أربعة و البرنامج كتير كتير غني فيه خصائيين جيين كمان من العالم و لبنانيين موجودين معنا بدي أقول كمانا أنه فيه الديزاينرز اللبنانية موجودين كل واحد في فوق ثلاثين واحد مشارك معنا عامل كرسة خصوصة للمطعم و للبار رح يكونوا موجودين ببافيون كتير حلو و عاملين لهم يعني حطينهم بالواجة يعني اللي عندهم مطاعم أو اللي عندهم فناطق حابين يقدروا يحصلوا على موديل معين اللي حتى يقدروا يحطوها عاملون بيقدروا يحصلوا على أفكار مية بالمية و يتعرفوا على ديزاينرز كمان مباشرة بقلب المعرض مية بالمية هل هو رح يبدأ بكرة بالبيال بكرة ساعة أربعة بكرة أربعة و رح يبقى أربعة تيام مصبوط وبعدين من أي ساعة لأي ساعة من الأربعة للتسعة كل يوم كل يوم والدخول رح يكون يعني للكل الدخول لذوي الإختصاص الشي بيعرف عنهم أنهم هني مختصين مجانا اللي بيحب بس لأنه بيحب يقدر يفوت ويدفع خمسين ألف ليرة ما في أي مشكلة بيقدر يفوت ويشارك لحتى يقدر يتعرف على كل الأمور بس يعمل حسابه أنه بده بسهولة أربعة خمس ساعات يعني واحد يجي بكرة يستفيد لأنه خمسة عشر ألف متر مربع مش هينين أربعة مية تعارض في كتير أشياء حلال واحد يكتشفه وكيف رح يكونوا مباريات الطهي يعني أمتى رح يكونوا وي رح يكونوا موجودين واللي حتى يقدروا يشاركوا هالأشخاص رح يكونوا عندهم ساكشن مسألة معينة خاصة فيهم مية بالمية محتوطين على الاستقبال واحد بياخد برنامج المعرض بيقدر على الويب سايت يفوت يشوف أوريكاشو دوت كوم لحتى في أبليكيشن للي عندهم آيفون كمان بيقدروا يفوتوا يشوفوا البرنامج كل ساعة شوف فيه وشو عم بيصير وبيقدروا يحضروا زيارتهم تتكونوا منظمة ويقدروا يستفيدوا حسب كل واحد شو همه هلأ شوف شادي مثل ما أنا رح يكون أحد الحكام بهالمعرض بين كمان رح يكون الحكام الآخرين كمان فيه شيف جو برزة شيف مارون شديد لا مش حكام جو برزة ومارون وشال موجودين معنا بس مش حكام الحكام الأجاني بكذب إذا أقولك أنه حافظة أسلامية لا ما بيأثر ما دروا تقولي بس حكونوا فوق العشرين واحد موجودين معنا بيناتهم رئيس الأكاديمي كولينار الفرنسوية بيناتهم رئيس التوك بلانش بيناتهم شيف الإليزي بفرنسا كمان موجود معنا يعني هو اللي بتعمي لأولاند يعني هو اللي بتبخلو حي تركوه ومي كيف دو يأكل أولاند؟ ما بعرف ما بعرف في من أهم شيفية لل لل حلويات حلويات كمانة جاية من لندن خصيصا أنتو رح تقدمو لهم المكونات لحتى يطبخون ولا كيف بدوا يصير العقل المشاركين نحنا منقدم لهم المكونات وتعطوهم أنتو المانيو بتقولون نحنا بدنا نحضر على هيدا الأساس مية بالمية وبتتركوهن لحتى يحضروا كلهم تقريبا كل واحد عنده حسب ساعة ساعتين في أشياء بتجي ديسبلاي محضرة خالصة بس بيكون الدكار بيتخذ بعين الاعتبار حسب كل واحدة عندك ريتار في ملفك ثلاثين صفحة كل واحد المجبور تفجو مانا لنختم بس بما أنه هلأ دائما عم نقول أنه لبنان بيتكل بالدرجة الأولى على قطاع السياحة لأنه لبنان ما عنده صناعات تقيلة هو هيدا كان الرصيد وهيدا كان هو أهم الشي عنده يعني القطاع السياحي والقطاع الخدمات قديش بما أنه هلأ للأسف عم نشوف فيه مشاكل كتير يعم تمرق معنا وعم يصير فيه مشاكل بالبلد قديش هيك معارض عم ترجع تعزز السياحة وتقول لأ لبنان واقف عجري ولبنان ما عنده مشاكل بيقدر يتخطاها إذا حطينا إيدينا بيدين بعض بيروت أنا مشان عزمة الزوق والتذوق بقى شو ما صار نحنا قطعنا بظروف أصعب من هالظروف وضلينا مسابرين ومكملين ومنرجع ومنطلع من هالصعوبات أكبر وأقوى بعرف أنه أوريكا مستقطب أكتر من ألف زير وعارض من بره بقى أكيد هيدا بتحرك السياحة في معارض غير ناجيين هلأ بهالشهر كمانا إن شاء الله أكيد بنقلك شكرا كتير لوجودك معنا جمانا أهلا وسهلا فيك دائما سنة بعد سنة ضيفة عزيزة على علام الصباح وألف مبروك وقود لك إن شاء الله لمعرض أوريكا اللي رح يبتدي بكرة وأربعة يم تابع بيل بالبيال مع الشيف شادي ومباراة الطبخ كمان شكرا لإليك رح نتابع محطاتنا لحتى ننتقل عن الشيف حتى نشوف وين صار بأطباق ولا اليوم ورشة ملح خليكن معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر